السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي حل أسئلة اجتماعيات للصف الثالث متوسط صفحة 59 وصفحة 60 رح نحل الأسئلة تستفادون من عدها بامتحان نصف السنة السؤال الأول عرف كله مما يأتي التركيب النوعي للسكان رح أقرأ التعاريف على كيفي تعريف التركيب النوعي للسكان يقصد به تقسيم السكان إلى ذكور وأناث وإيجاد النسبة بينهما التركيب العمري للسكان هو وصف الحالة العمرية لأفراد المجتمع وتقسيمها إلى فئات عمرية لكل سنة أو خمس سنوات بوضع كل فرد من أفراد المجتمع في المجموعة العمرية التي ينتمي إليها الحركة المكانية للسكان يعني الهجرة هي الانتقال الجغرافي للسكان من مكان إلى آخر بصرف النظر عن أسباب الانتقال ودوافعه والمسافة التي يقطعها التوزيع البيئي للسكان يقصد به دراسة توزيع السكان بين الحضر والريف نمو كثافة السكان تعريفها هي أحدى المقاييس التي يوضح من خلالها يوضح من خلالها التباين في توزيع السكان ويتم الحصول عليها عن طريق قسمة عدد السكان على مساحة الدولة أنمو السكان هو التغير في حجم السكان سواء بالزيادة أو النقصان خلال مدة زمنية محددة ويعتمد على ثلاث عوامل هي الولادات والوفيات والهجرة العنبر هو أحد أجود أنواع الرز الذي يكثر زراعته في منطقة الفرات الأوسط لاسيمة الشامية والمشخاب المحاصيل الزيتية هي المحاصيل التي تدخل في الصناعة لاسيمة صناعة الزيوت النباتية فضلاً عن أهميتها كغذاء للسكان الزراعة المحمية هي عملية زراعة محاصيل الخضروات في غير أوقات زراعتها المحددة وتسمى المغطات سؤال الثاني عن ما يأتي أولاً لدراسة التركيب العمري للسكان أهمية كبيرة لأن له أهمية كبيرة في عملية التخطيط المستقبلي للسكان وكذلك أهميته في وصف حالة المجتمع إذا كان فتياً أم كهلاً تعود الحركة المكانية للسكان من أبرز المشكلات التي تواجه المجتمعات في الوقت الحاضر وذلك لما يترتب عليها من نتائج ديمغرافية كثيرة تؤثر في تركيب السكان النوعية والعمرية وتوزيعهم وكثافتهم وتوزيعهم على الأنشطة الاقتصادية تباين مناطق زراعة القمح والشعير في العراق في المناطق المروية الجواب وذلك لاختلاف نوعية التربة وكمية المياه إذ توجد زراعته في التربة المزيجية الجيدة الصرف ووفرة مصادر المياه أربع إن الكثافة العامة للسكان لا تعكس حقيقة التوزيع الجغرافي لكثافة السكان بالعراق الجواب وذلك لعدم توزيع السكان على جميع أجزاء وطننا على نحو متساوي نظراً لوجود مساحات شبه خالية من السكان خمساً خفاض عدد الذكور عن الأناث في المجتمعات التي تشهد حالات غير طبيعية وذلك بسبب تعرض الذكور إلى مخاطر العمل والمهن المختلف أكثر من الأناث وكذلك الحروب لها النصيب الأكبر في انخفاض نصبة الذكور على حساب الإناث ستة إنتاج الخضروات لا يكفي لسد الحاجة المحلية وذلك لأن إنتاج الخضروات لا يتناسب مع الزيادة التي طرأت على سكان المدن والمتمثلة بالنم السكان وارتفاع المستوى المعيشي سبعة لمحصول القطن استعمالات متعددة الجواب لأنه يعتبر مادة أولية في العديد من الصناعات كصناعة المنسوجات القطنية كما تستعمل بذوره في صناعة الزيوت النباتية وعلف الحيوانات أثمانية لظاهرة المدود جزر تأثير سلبي في زراعة النخيل وذلك بسبب ارتفاع نسبة الأملاح نتيجة المدود جزر ويتسبب في تدني مستوى الإنتاج تسعى ارتفاع معدلات النوم السكاني بالعراق وذلك يعود إلى ارتفاع الخصوبة التي وإلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والصحية والمعيشية لسكان وطن العراق عشرة لدراسة التركيب النوعي للسكان أهمية كبيرة الجواب إذ يسهم في التعرف على مظاهر عديدة منها حجم القوى العاملة ونوعها ومعدلات الخصوبة والوفيات واتجاه النوم السكاني والمشكلات الناجمة عن زيادة أي نسبة بين الجنسين على حساب الجنس الآخر سؤال الثالث املأ الفراغات التالية بكلمات مناسبة يزرع محصول زهرة الشمس في العديد من المحافظات منها فراغ وفراغ طبعا محافظات بغداد وبابل اثنيا احتلت محافظة نينوى المرتبة الأولى في إنتاج الشعير تلتها محافظات القادسية الثلاثة يعود نجاح الزراعة في العراق إلى أسباب عديدة منها الأراضي الصالحة للزراعة للتربة الخصبة والمناخ الملائم أربعات تتوزع زراعة القمح والشعير في منطقتين المنطقة المطرية والمنطقة الأروائية خمسة يتحدد نمو السكان بعوامل عديدة منها طبعا الولادات والوفيات والهجرة ستة احتلت محافظة نينوى المرتبة الأولى في زراعة محصول القمح تلتها محافظة ديالة سبعة احتلت محافظة النجف المرتبة الأولى في زراعة الرز سؤال السادس هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تدني النخيل وزراعته في العراق عددها طبعا الظروف المناخية المتمثلة بهبوب الرياح في فصل الصيف والتي تؤدي إلى جفاف الثمار تعرض أشجار النخيل إلى الآفات والأمراض حشرة الدوباس تؤدي هذه الأمراض إلى ضعف مقاومتها ومن ثم هلاك النخيل ثلاثة كثرة رواسب الأنهار والجداول المتفرعة التي تسبب إعاقة وصول المياه إلى بساتين النخيل وظاهرة المدوى الجزر أربعة هجرة المزارعين إلى المراكز الحضرية خمسة وجود مشكلات وعقبات تتعلق بعمليات تسويق المنتوج من التمور تؤثر بشكل مباشر في تصريف الإنتاج الستة التوسع في استعمالات الأرض الحضرية على حساب الأراضي الزراعية اتجرفت مساحات واسعة من بساتين النخيل لتحيل محلها لأراضي السكنية سؤال السابع يعاني الإنتاج الزراعي في العراق مجموعة من المشكلات عددها أولا الاعتماد الطرق التقليدية في الزراعة وقلة استعمال الأساليب التكنولوجية الحديثة فيها وعدم موجود أسمدة وبذور محسنة قلة التخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي ضعف القدرات التنافسية المحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية مقابل السلع الزراعية المستوردة ضعف الإمكانات المالية والفنية والتكنولوجية تأثر قسم كبير من الأراضي الزراعية بمشكلة التملح والتغدق بالمياه الجوفية بالمنطقتين الوسطى والجنوبية شحة مصادر المياه نتيجة السياسة الدولة المجاورة للعراق والمتمثلة بإقامة العديد من السدود على نهري دجلة والفرات هسا ننتقل إلى صفحة 60 سؤال الثامن يلا عيني 60 سؤال الثامن سؤال الثامن يقول لي ارسم خريطة هاي الخريطة ترسموها سؤال التاسع وضح دور العوامل التاريخية والاقتصادية في توزيع السكان طبعا عوامل اقتصادية وعوامل تاريخية الاقتصادية تظهر أهمية العوامل الاقتصادية في توزيع السكان لأنها تحدى نوع استعمالات الأرض سواء كانت أغراض تجارية أم صناعية أم زراعية أم خدمية أما العوامل التاريخية تناسب عدد السكان مع قدم الاستيطان البشري تناسبا طرديا فكلما كان الاستيطان في المنطقة قديما ازدادت تركز السكان وتوزيعها في تلك المناطق سؤال الدعش وضح دور العوامل الطبيعية في توزيع السكان وضح دور العوامل لا قبلها سؤال عشر ما أهمية دراسة التركيب النوعي للسكان أهمية دراسة التركيب النوعي للسكان الجواب تسهم دراسة التركيب النوعي في معرفة حجم القوى العاملة ونوعها ومعدلات الخصوبة والوفيات والتجاه نمو السكان والمشكلات الناجمة عن زيادة أي نسمة من الجنسين على حساب الجنس الآخر سؤال الدعش وضح دور العوامل الطبيعية في توزيع السكان الجواب تتمثل العوامل الطبيعية بالتضاريس والمناخ والموارد المائية يعني نقول التضاريس تأثير كبير في توزيع السكان بالسكان يفضلون المناطق السهلية لما تتمتع في سهولة التنقل والتربة الخصبة وإمكانات القيام بالعمليات الزراعية والنشاط الاقتصادية أما بالنسبة لتأثير المناخ والموارد المائية فنظرا لسيالة المناخ الصحراوي وظروف الجفاف وقلة الأمطار نجد أن غالبيا السكان العراقي تركزون عادة قرب المصادر المائية التي تمثل بنهرية جلو الفرات وفروعه سؤالوا في ما أشأكتب عن الكثافة العامة للسكان بالعراق تكتبون تقولون تعد كثافة السكان أحد أهم المقاييس التي يوضح من خلالها التباين في توزيع السكان وبما أن كثافة السكان تأتي عن طريق قسمة عدد السكان على مساحة الدولة فإن الكثافة العامة للسكان بالعراق تبلغ 90 نسمة كيلومتر مربع وهذه النسبة لا تحكز حقيقة كثافة السكان وذلك لعدم توزيع السكان على جميع عزاء وطننا نحو متساوي لوجود مساحات شبخ خالية من السكان ماها أهمية التركيب العمري للسكان سؤال 13 الجواب تأتي أهمية التركيب العمري للسكان من خلال أهميته الكبيرة في عملية التخطيط المستقبلي للسكان كوضع الخطط الخاصة بالتعليم أو العمل أو الصحة أو السكن وكذلك أهميته في وصف المجتمع إذ كان فتيا أو كهلا تترتب عليه تحديد نسبة القوى العاملة لأيدي العاملة والأطفال والشيوخ والعجزة سؤال 14 وضح دور العوامل الإدارية والدينية في توزيع السكان الجواب للعوامل الإدارية والدينية دور كبير في توزيع السكان فكثيرا ما تشجع مراكز المدن الإدارية على جذب السكان إليها للتوافر فرص العمل والنشاطات الاقتصادية والخدمية والتجارية كما إن وجود المراقد الدينية المقدسة يساعد على جذب إعداد كبير من السكان لغرض زيارة المراقد أو الاستقرار يؤدي إلى ازدياد النشاط التجاري وتوسع العمان فيها سؤال 15 خريطة هاي خريطة عليكم وبالتوفيق يا ربه ترجمة نانسي قنقر